تعالوا نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غوفرا له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ايمانا تصديقا طاعة احتسابا يرجم عند الله لا لأجل فلان ولا لأجل ان يخاصمني فلان لا لا اصوم لله اتقرب الى الله من صام رمضان ايمانا واحتسابا غوفرا له ما تقدم من ذنبه تصور تصوري مجرد ان نتم هذه الايام التي بقيت اسبوعان وشيء مجرد ان نتم صيام هذه الايام مؤمنون محتسبون عند الله تبارك وتعالى صفحة السيئات صفر فراغ لا شيء غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم بالامس قبل ايام قبل شهر قبل سنة قبل سنوات منذ ولدت منذ بلقت منذ كلفت غفر غفر وهذا لا يأتي الا من الله الرحيم الودود التواب الكريم سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم مجرد ان تصوم هذا الشهر الله تبارك يمحو كل سيئاتك نعم يمحو كل سيئاتك تعودين من جديد تعودوا من جديد صفحة بيضاء من السيئات لكن صفحة الحسنات ما زالت ميزان الحسنات ما زال ثقيلا وميزان السيئات فرق لا شيء فيه مجرد ان نصوم هذه ثلاثين يوما هذه الايام في هذا الشهر الكم وزاد فضل الله وما اكثر فضل الله من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دمه بركات يهبها الله تبارك وتعالى لعباده ترجمة نانسي قنقر